موسيقى 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 مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم قصة الناس اللي كتابعوه على قناة ميدي آن تيفي كنرحب اليوم بالضيوف اللي معايا داخل البلاتو اللي جاءوا اليوم خصيصا باش يشاركونا القصة واجربة دي لهم واللي هما اللي بحق صغير من وردهم داروا مشروع وصمروا فلوس هاد الورد كنرحب اليوم أيضا بالأستاذ هشام معروف الباحث بالسياسات الاجتماعية اللي غادي رافقني اليوم في هذه الحلقة والحضور ني معايا داخل بلاتو قصة الناس بورتي دارت مشروع موضوعنا اليوم في قصة الناس موسيقى صنرحب بكا سي ناجم يونس ساميرا شكرا بزاف على الحضور دي لكم اليوم في قصة الناس باش تعودو لنا كيفاش طريف دي لورد دارتو به مشروع قبل ما نبدأ معكا سي ناجم بشي نسي هشام معروف ونسولك على بحكم الاشتغال دي لك في العمل الجمعوي والسياسات الاجتماعية كباحث يعني ممكن يكونوا بزاف دي لناس في المجتمع دي لنا سي هشام اللي كيدرون مشاريع دي لهم بالورد يعني المصدر تيكون هو الورد دي لهم ننضروا على هاد طاهرة اللي بغلنا نقول في المجتمع دي لنا الاستغلال دي لورد في مشروع هو كيف كاسعرف الأخت أنه هاد أن المال هو نعمة من عند الله يجب الاستغلال دي لها والحسن من الاستغلال دي لها والإنسان مكت تعطاه واحد الموريد مالي سواء كان قرض أو ورد أو يعني حصل على واحد المبلغ يجب أن يحسن التعامل مع ذلك المال لأنه من ناحية الشرعية سيحاسب على ذلك المال في أي مجال صرفه وكذلك يجب أن يكون نافعا يعني البلاد دي لراصب هذا المال اللي هو حصل عليه نعم طيب نسمع القصص هشام معروف في المدامعة سي نجم توفى الوليد دي لك خلالك شي طريف دي الأرض شنو خلالك أطرالينا بحدي قادية قلي بحل الوليد بقى حي نحن الوليد دي لك نكي شريت شدي الغلق أنك نشيره فيرمة تفاح بعويد ليمون أنك نشيره بوفكران سبعيوه الحاجة بميدة إلى آخر يبزاب أطرالينا بقيت في هذه الميناء من اللي بشات دي سنين دي لك شي الوليد توفى تعلمتي كبرت فيها 27 عام دي لفيرمة دي لفيرمة و الفلاحة نشيره بفكران تبعيوه الحاجة بميدة لعناب الصغيرات وزيئة لأن وردت الحرفة والمهارة ووردت الحرفة والمهارة وكل شيء مزيان من اللي توفى الوليد الله يرحمه نحن الأخوة ودخشي الورد فرقناه كالوالد كن خلالكم بكم بدا نعم كن خلالنا خلالنا الوالد واحد المجازة في مرش كريسة قل جملة دي لطربيضة وخلالنا في لبي الفدير وفي لفؤد دهار جبلادات فولاد حريز نعم الخير تبارك الله خلالكم رزيق وحال كنت جود والأخوة نحن 14 أخوة العيالات جوج والأخوة 14 أختي من 100 مرتبط لابنة سعود لولاد دربعة كل شيء الحمد لله كل شيء كبير كل شيء مجوج كل شيء والد كل شيء عرف عاملية وفايل وريد الله الحمود ووزن دخشي لقسم الله وأسمه من يجاد ساعة الفرق كل واحد خلال رزقه كل واحد دار بشروع كل واحد دار منزل أنا هو واحد الأخ دي اللي يقوله لي يوس أنت رزقك ولحقك خلالي شيء خلالي خلالي دخلت بينا وواحد السيد اللي في المقازة دينا في ساق الجملة ما فرطيش في المقازة دي ربك لا حتبال الوراة تابعنا كل شيء داخلين معه نص نص يعني داخلين معه كم لعون شريو دابحنا كان ديرو هاد شي دي الفواكي تفاح بعويد ودخشي لاخلي عندي جوج المحلابات دي العاصر هاد شي درتي انت عد بينا دي وانا دي وانا دي وانا لا نظروا دابة متانا على الاستثمار دي لك بدك شي اللي يخلاب طيب بره بفلوس بباش درت انا باش درنا باش دخلنا في المقازة وانا والاخ دي لي كي كن بيعون شرف طنوبيلات وعدوا واحد المقازان ديال بياز ديال كميوات ديال المواطر هاد شي مكان هاد الاسئلة لحقاش الفلوس ديال الورد كي يجو سهلين من الفلوس الورد فلوس الورد سهلين يعني ناد مقالس ما عليهم ما بيت الجيد في الورد الحمد وللحنا ما خلصنا خير ولكن الواليد الله يرحمه كأنواع كام ربينا يعني الريال يعني يخص مثلا أنا مليك تخدم معه في الفيرمات وذلك شي يعني يعني لك تخدم من لش صحابي ناشي طال معه شي عامل معه خدام يعني بحال 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 خدام هاد شي هلاش بحال الواليد انت مربي على الفلوس ومربي حش بعدنا لصنع ميكانيك جاء ولا شي حاجة والذي دين على بيع وصرات تجارة وشبخ أنا في تجارة ونحن بقي الفيل يوم من هذا نعم إذا هاد 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 رزيق وطريف ديال باكس سمرتي أول استرط سمرتي الحمد الله كنتم كنتم عن قادية الوالدين كنتم شرط فاح ودخ سبيل بوكران سبيل حجاب ميدال موزار وكانت المرام بوكر وكانت كل شيء معاون وولدي لنحن مرين شيء أنا وخويا وعاد أحسين أننا ندخل معنا في مجاز أشكل خرب وقادية الغلة وقادية السلعة أشكل خرب نعم وخات النجم مازال تذكر في هذا الموضوع يوسف يونس أفوان يونس يونس هل هل تأتي الوليد ديالك ورد شيء هل تأتي القصة العلاقة بالورد الوليد وردت ستة المليون ونجد ديالن شاء الله توفى هذا الوليد حصل على الليسان في الماركة شينجو الكوميرس وردت خدمته وردت هو الوليد يربك الوليد وعطاه لي حيش أنا عنده بطار نعم وردت هذا الوليد وردت قاري الماركة شينجو الكوميرس وردت رجع لك ستة المليون وردت ستة المليون وردت ستة المليون كيف كنت تقرأ كميرس كنت اتن تبين في المهارات ديالك وجاب الله الحمد لله أمو حيش يكون عندي شفليسات ونقوم نقدر 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 نعم 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 محس ذلك محس محس كان الكمران أخوط 6 مليون كان يظهر الواج� من دول المقنة أرى عن ذلك أرى عن سنة مليون سأرى في أن ألضب ماء ما أرى عن قضاء عملنا فأرى عن سنة مليون مجرد من فضائلات المصادرات المتحدة تتحاني مجرد من فضائلات المتحدة ولكن لا تقاريش القرائي دي للدراسة، القرائي الحياة وبذلك القرائي دي الحياة يقدر يستوعب يستوعبون الناس ذيك البرودوي اللي غي يجيبون لهم ايه والغادة دابا يا الله تحام واحد خدمتي معك شي 30 واحد 30 واحد 30 واحد 6 مليون خدمت 30 واحد لا، أنا مدخلش الكابي طالما لحشو كامل في البرودوي لحشو كمالت 31 ولكن أنا كان نقع سيبرفيزور وخاك ايه، ما يمتهمون الشي ايه ولكن هما يمتهم الشي حيش هما يجيبون لي البنفس ديالي حيش لو كانوا مكيني شأنه ما كمش موش شي مزيان ولكن الحمد لله ده برد يزاو واحد تروع موا الحمد لله كتجي واحد خمسة الاف سالاف درهم بار موا مقارس المال راس المال وكيدخل عليه وكيدخل عليه وكيدخل عليه خمسة الاف درهم سالاف درهم ودأت يخير في راسك ودأت يخير في ثلاثة واحد ناس ميطق وكيدخل الناس وكيدخل عليه خمسة الاف درهم وكيدخل عليه ميلي كانت تبوني برأخ دام ايه الحمد لله وكالناس سماك يصوروا واحد الخمسة وعشرين في المياه كتجيو ميات درهم ميات درهم ميات درهم ميات درهم ميات درهم ميات درهم وكيدخل عليه الغم اذاك سادة بدرت بيطالي الذي بيطالي الحومة عرصة المحومة تكون فيها ثلاثة واحد بيطالي لا ماما لدينا شهر من المغرير مرحل فيه من بيطالي الحسن من المغرير هذا هو ابن الحومة ولكن هنا هناك جميلة هناك جميلة ومعرير في البيطالة لا نتكذب على الرياض ويجعلون أن يعملون معك يتقبلون الموضوع لذلك يشعروا مجرد يشعروا مجردون ومن يتمع حمسة لطفلهم يسعروا خدائه ويجعلون معهم كل نهار يخدمون تسعود عشرة الناس وذلك العشرة الناس يجعلون مراقبة بملكة مشكلة يقدر تدخل الحمد لله إذن هذا تفكير هذا تفكير وحدة أخر هذا تفكير ومغيش نشد أنا هذك الورث اللي شدته الواليد مغيش نشدته نضيعه الله هم نحركو بين ديروه بيرواز شي جاري مزيان شكرا لك يونس على تجربة مازال كملوا القصة لك ساميرا حتنتي ورثي ورثي شي طرف ديال الأرض ورثته جدة سمي هي اللي عند هذه الأرض وهذه ربعين عام وهي قلس هذه الأرض كنت هي ذاك الوقت وهبت هالبير تعرف البادية تيقول لهم دوروا البيير باش يزقوا بين الناس ذاك البيير حدها واحد درها كتار وثلاثة الخدامة دبها تشينيها كلها جدك دير جدتي اللي رحمها والسعلي ورثتو ماذا با لا بقى عواقف يعني ما عايز تغلوش بل ما عايز تغلوش أخذيت هذه الفكرة كاد كتروجيش تلتشر عن هي كتروجنات فكرة حدوك الناس ديل الدور دينا كلش أغلبية قالسين كما قال الولد أغلبية دوك الناس قالسين تم البنات مع المعلمين الصنعة لولاد قد أنا خذيتها كفكرة ويتها الدرفاش المشروع خير ولكن ديك الأرض باش نتفاهموا دابا ديك الأرض واش نحقك انتي ودا ديال جدتي اللي رحمها والورتة ديالها شكونا وما كل شي سمحوا فقالي بلعطيتهم فكرة كل شي بها ويتها دارفها عامل خيري ما كيش لتعرض كل شي بها ويتها شرعية لا أنا جدات يا رحم ويت كتسمها من الوراتة خالي يقع كل من الوراتة الويدة بالحياة؟ اه في الحياة في الحياة إذا نشي عطتك بحلوه باتك حقها كل مخالي الناس محفظ الأرض كل شي قال لك وديها دي مزيان دي فكرة مزيان إيوا ونتي شنو بغتي تدري فيها بغينا ندرو فيها جامع ان شاء الله بغينا ندرو فيها جامع ان شاء الله ويتجوشت حاد قريت وتعلم مصنع ويبغيت الناس هذك الناس يالذك دوار مشيت تقريبا عدوار راه دوار هم اللي عاستغلوا من هذك الارض اللي عاخوية وليمدرو فيها المصانع يعي التعلم في الناس تغرب من مصنع اجتماعي في مثل الخياطة الفصالة نجارة أنا عاخوية شميستغلوا ماذا لم تفعل ذلك؟ لماذا تفكر ذلك؟ خرجت الوجود ذلك الحمد لله خضينا الكروكي ديال الارض درنا الورق ديالها ودرنا جبت المهنديس اعطاني البلان ديالها كل حاجة ديال البلازة إذا باي خرجت الوجود بغينا مني تعاون معنا وياخدها بمبادرة وتمشي إن شاء الله هذه الأمبية ديالي تحقق لي نعم شكرا لك ساميرا مازال نترجعنا نكمل معك القصة إذا ناسي هشام معروف بحال الحال ديال يونس يوسف يونس يونس معرفش عجتني يوسف بحال يونس بحال يوسف اللي بغيتنا نركزه بالضبط هي لما تكون لورث ستاة المليون اربعة المليون خمساة المليون يعني واحد المبلغ اللي هو بسط ولكن فعالية ديالته ممكن تكون كبيرة وخطيرة بحال اللي يدر تجربة ديال يونس نهضروا على تجربة اهم حاجة في هذا المسألة ديال يونس هو أنه كين هناك رغبة تكوين يعني هو متخصص في مجال ديال يعني المناجمنت وكذلك التجارة الشي اللي عنده بدا يجي واحد لباقاج اللي هو ديجي واجد مستعد ثم جات الفرصة الدهبية اللي بنيس بالولي هذك الارت اللي اخداها الأب دياله والواحد في الأسرة أعطاه له باش هو يشغله إذا حقق الحلم دياله من خلال توفر على هذة الإمكانيات هو التكوين كاين إضافة إلى المال وفكر أنه يطوره ويدخل أموال أخرى ومشاب عيد هو أنه خلق فرص شغل يعني إضافية معه وهذا مهم وأساسي وهذا التشغيل الذاتي هو أنه المساهمة دياله وفتنمية ديال البلاد من خلال هذك المبلغ البسيط يعني إمكانيات اللي سواء كانت بسيطة ولا كبيرة راح حسن تعامل مع هذك الامكانيات اللي عندنا نقدم من القليل نخرجه الكتير إذا اللي كين الرغبة وكين يعني النية الحسنة والشتغال والجدية راي يمكن حققوا الأهداف اللي تنتخوها كاملين وكيف ما كتشوف أنه بالنسبة للإخوان قاعد الحالات اللي يهدروا خاصة الحالات اللولين أنهم دائما بقاوا في المسيرة ديال التجارة وتطوير إذا الإنسان يقبط واحد الأموال سيحسب عليها غدا يوم القيامة خاصة في مجالات الصرف دياله إذا كانت في خدمة الصالح العام وخدمة ديال البلاد دياله هو كيستفد كشخص يعني من الفوائد ديالها وكذلك كي يدمج معها أسر وعائلات وهذا هو اللي مطلوب من أجل تحقيق التنمية المستدامة ديالنا في البلاد ديالنا وتحقيق ذاك القوت اليومي بكرامة خاصة للشرائح اللي ما عنداش كوين وما عنداش فرصة ديال الشغال بطريقة يعني نظامية طيب شكرا لكسي هشام معروف لحدات مشاهدينا ناخده فاصل ونرجع نكمله قصة سيناجم يكمل معاك القصة ديالك تبالك لانتو ماربعتاشر ديال الأخوت واش كانت تعامل ديال الورت نفسه يعني كما تعاملت انت مع ذاك الطرف ذاك الرزيق اللي يجب الله بحالو تعاملوا مع أخوتك ولا كل واحد كيفاش فكروا يسي كالي ضيع كالي استمر كالي لا لا بلا عكس لا بلا عكس حالة بل بنات مثلا احنا مثلا ذاك القسمة اللي كانت بنا ديال تراضي مثلا من اللي جال الورت تقسم الورت دبا الإخوة ديالي كل شي كبير بنات ولات كل شي مزوج كل شي والد كل شي كبير كين عارارارارارخص خاص هك 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 كل واحد ضحقه دريات أخوتاتي كل شي شرام حلそんな gente النفس المشكلة أنا أخويا اللي بقيتها في مسائل تجارية أما أخي الأغلبية يجوucky ندوي أنا وحد الأخذ لي عنده واحد الوظيف خورا واحد الاخر هل فكان صورك على استثمار استثمار لذلك كل يزد نمى هذا الفلوس أنا واحد الاخ ديالي يقولوا ليوسف أنا ويالي زدنا بيوم ودرنا بيوم نحن بيوم باش نتقدر ودلقي ناخده تفاح كي قلت لكم ندنا واحد يلا الشمال تفاح وليمون احنا المهم احنا أولاد الديسير أولاد الديسير ناخدهم بكان سبع يول حاجم ميل دلتي مزار ميل مجا دخلتهم معاكم ناس وحدين اخرين خدمتهم معاكم شباب بمجا tengah نختبر ودsc شباب هل كان يخدمين مع بزاف بحال بعد شي نرا التعايد ، الاخرى مت beef بيمان quiere تكون بourse 200 خدام 300 خدام كان ي أعدا تفاح الداريب حسنا تأخذ معا الناس شبابهم كي يخدمو معا الناس كأن يخدمون نختبر أ PUصاص كم يخدمون معا الناس وخدموا على براء وخدمين معنا ثاني في العصير وخدمين في كل مياه ولكن بالفرق مثلا فاشكنتوا خدمين مع اباكم بواحد راس المال ده بزاد راس المال لا راس المال دي الوالد دي بواحده راقيتك فرقنا كانت قداش ولاد بلده بدينا نحن درنا أنا وخويا بدينا الحمد لله نزم بزيان خدمين معنا الناس وبخصيتها خير ولداتكم تواهم ما غادين في نفس الطريق اه ولدي ولي مقابليان حاليا انا عيد كبرت 60 سنوات هو اللي مقابل لي حمودة سبيجوسي محمد ملقع بحمودة ايه هو اللي مقابل مشايا هو اللي مقابل ولكي بيعشرية ولي مقابل كل شيء وليه خير أعطي لش كاسور كاسين نجمد لذالأسئلة نحقاش في مجتمع دينا يا ما نرسله بس عليهم نتي يموتوا ولادهم تيشدوا ذاك شي كي طبوا فيه بساعتوا على جمال هادوك واش حيث الورد زعم ما سهل ما كتضرب في تمرة ما كتعرق فيه ما كتنش فيه ولحد انتم تربيتوا على فلوس بباكم يا فلوسكم وتتحنوا في بباكم وبغيتوا تستمروا وتطوروا هاد رأس البيان هادك البيضاء اللي قد لك في اللو قد تربينا على واحد النماط يعني تقريبا واحد الواليد كي بغي يعاني شانو المعقول وخسر يصلي ريالنا ما يدايش واسموه وكيه ضرب صح وكيه ضرب ما كده بشاليك يعني كبرنا يعني كبرنا تحنق عصحين والريال مخصوشي داع مخصوشيه هاده ودو بخير على خير وبعناو شريناو درناو أنا حاليا الصباح بدأ ملا يطعوا ليدناس هنا هادك سعار دوصفها يشعلي مولفا سوق الجملة بمرش كريو مزيان سوق الجملة ديال للمريم ووالدك تاوكي تسربس على تسربس على بلا وكي بيع شريعون سوا بعد عمر طاوي ان شاء الله سوا نايش دفليستيز كرع يعرف كي اولي مع اول كي تسرف فيهم دابا حاليا انا اولي بخلي اولي تسرف سبارك الله مهنيني بكل شي مزيان هاده نقطة بالضبط سيهيشام معروف هي هزمة المشاريع ماشي انسان تكون قارس كي يقول دير مشروع ولكن محل ده بس النجم الجريبه ديته السيد لي ترباء على المشاريع على العلاقة مع الفلوس زعمها الدوجة وبفاد الحرفة نهضروا على هاده جريبه بالضبط هو من شبه على شيء شابه عليه انك يكون عندك واحد تربية واحد تكوين تجاري لقاول فشح له عينيهم لقاول ابديالهم كيدير التجارة فهمشوا في ذلك الطريق ولكن الجميل هو الحرص لابديالهم على عدم ضيع المال يعني كان صارم وكانك يعتبروه كحالة انه هو واحد مع الخدامة اللي كينين عنده اذا ما كانش ذاك الاسراف وما كانش ذاك الميوع في صرف المال بالعكس كانك يكونهم باش يكونوا رجال ويكملوا المسيرة والدليل على النجاح ديالهم اليوم والاجمل من ذلك هو التفكير انه في خلق فرص واحدة اخرى ديال الشغل وديالاشخاص واحدين اخرين لان احنا في المغرب كيف ما قال الاخ كي العديد من المشاكل ديال البطالة والناس اللي ما عندهمش ما يديروا خاصة اللي غير ما عندهش تكوين او ما عندهش تعليم عالي وبالتالي هذا من النسبة الكبيرة في المغرب اللي كان يعني كتعاني مشاكل اجتماعية مني كتكون مثل هذه المبادرات كيلقوا الناس ما يديروا وكانشغلوا في هذه المسيرة واحد العدد من الاسر معانا الشيء اللي كان ساهمه في واحد الامن الجماعي داخل البلد من خلال توفير هذه الامكانية سباش الواحد يحصل على واحد لقمة العيش بكاراما ويكونوا عنده واحد الامكانيات اللي غادي تخليه انه يعيش حياته بشكل طبيعي كده نعم وخا يونس نكمل معاك القصة ديالتك اذا ثلاثين سبارك الله ديالشاب كلها انتك تحاول تخدمها اذا كنت تصور طرف ديال الخبز نعم بشكل شيء يبقى مرشح واحد كي 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 كالي على واحد واحد كي كالي على واحد ديك ستاد المليون وشباك بقى دائما هو المراقب من الفوق تيشوف الفلوس دياله في تيمشي وتيجي الولي الحمد لله دير فيه واحد شاقة مزيلا لانا انا كملت القراية ديالي ساعمشي اش خلونت في واحد اللاصوصياتي جاي لدبالشي نافموة فذيك نافموة وقع واحد المشاكيل فلادي كلاسوصياتي منوراها وما يخرجوا الختمة كاملة كنت انا تشو ضحية من ذلك الختمة يخرجوا كنت ضحية او لا دربي الخير باش تديرشي حاجاتك لا الحمد لله كنشكر ما ديما الواحد يشوف التجارب السينبية يخدها ايجابية الحمد لله منوراها شتيش توقعت عند ذيك الافة بذيك ان الورد ترغي تقسم صحي يقسم ذيك الورد جاي لذيك المعصيب لانني حاصل على الواحد واحدة الفكرة كي تترج عن الشباب بزاف واش صحيحة وللتي يقول لك الحل دبالت اعطيتها اربعة ولا خمسة ولا السلمة يقول لك لما كانش يراس المال كبيرة ممكن ميد دروال وفادل المغريبة هاد صحيح هذه فكرة؟ هذه كتبقى فكرة المراهقة المراهقة ميكس يعطي واحد خمسة المليون على انه يبقى يعمر مع الدراري بزاف وش يقول ميش مليون وميش نعم اسي ناجم؟ نعم 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 يعني كتبغي بندم يكون عنده بفلوس بالصح بحال مثلا بغيتي تشري غلاء خصك مية مليون ولا ميتين مليون كتدخل على الفيرمة تكبار مثلا احنا قلنا الله مثلا اذا الول اللي تخدم عتمات ما دخشي الاخرين الورد تفرق مطاش دخل فلوس اللي قدي تشريه مكينة شي صان اخرى يعني ده بره ذيك احيطتك الحرفة ذيك المية اللي معلمات تط ما عندك شي صان اخرى نبغيتي تبدأ ذيك المية نخص كنت تبدأ بميتين مليون وفوق احنا قلنا بحال جربة ديونس مكينة ميتين مليون ما تخدموش هوت مارك لاستد المليون احنا قلت لي مكينة بعد الناس مكينة وحدة كتقول ليها قصة المليون مش رحكي تقول لك اللا خصني ما خصك مشت المليون ديل الدرهم بزاف تقول لك الله رغمشي البنكة لغمشي شي صوصيتي ما تلغة when they hear you هل يمكن من بلغات واحد من الويون واحد إلى 5 متين بالمية حينها شي سيد هو tych 50 الفدرام تقول لي هوا اكي مشت فإن response ان تتركها هو Le Pet gemeinsam تدرك و كي قدر و لكنN32 اختبع ذلك و يروز عندما وصر الحبس انها lot of贝 اما المشروعة اللي ان شاء الله التطور الانجاز اللي start with the work ان الناس اللي خرجوا من السجن هلش هدوك بان ديلو مانا يوش travers لكن اطلاع خاص بيد يصوروا واحد مئة وعشرين إلى مئة ومسين درام حيث لا بنا دم كدوز واحد فوقت لها الفراغ بنا دم خرج من الحبس كمشي لواحد أي شركة كمشي لها تقف الباب ديالات يقولوا لي لا جيبا ديك فيش بيومتريك عندك الوسخ عندك الوسخ لا ماشي عليك انتك زي ما انت الفكرة ديالية عنده الوسخ ولا ما عنده الوسخ عندك كيف قلت في اللغة يقدر كون مقاريش ندراسه ولكن قاري الحياة عنده واحد والحياة ترى هي لا يقدر يكون عمر بزد الله يرحم بك هذه رك المزوانة قلت لها الحياة حسن من ألف مدراسة وشي لانا رأى قبل ما ندير هذا المشروع عادة كنت في الصور ديالي كان عندي شي خمسطاشر عام الحمدو الله عندي ثلاش وعشرين عام كنت بيحسي ديالة وكنت بيحسي ديالة وكنت بيحسي ديالة عارف الحمدو الله انت ديالة وكنت بيحسي ديالة خارك الله عندك معنبي عشراء وانت ديالة وكنت بيحسي ديالة سيديات وكنت بيحسي ديالة 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 كنت بيحسي ديالة وكنت بيحسي ديالة ام الاختراع يعني الانسان ميما كيلقاش ما يدير فهذه المبادرات الصغيرة كتخليه انه يساهم بدوره انه يحيد الغبرة على راسه وينودي يشتغل وهذا اللي مطلوب لانه ممكن لناش نتظره دائما السياسات العمومية ديالة انها تحقق لنا الجميع خاصة في دولة فقيرة كالمغرب ويفطور النمو وبالتالي معلينا إلا شمروا على اكتفاتنا كل واحد من الموقع دياله بالإمكانيات البسيطة اللي عنده انه يشتغل ويدير شي حاجه كيفما هدري ذكرته مسألة واحدة اخرى ان الشباب اللي تيبغي الامكانيات تكون عنده باش يمكنه دير مشروع لكن توفرات هذيك الامكانيات المشروع ما محتاج يعني المشروع غا يديرك مش انت غا تديرو وبالتالي احنا كنديرو المشروع مني كيكون مكينش الامكانيات وكانت تحداو وكانبداو بذيك شي لقليل وكان نرضو منه الكثير ولكن احيانا هالقضية ديالامكانيات احنا تبقى تنظروا الموضوع ديالنا هو الورت كان الشباب اللي كيتوفبه ولمو كيخلي لي واحد ناصب كبير من الورت ولكن راه في عام ولا في عامين في ديرفاييه تتجمع وطويب حلا هنا بغينا نزع ما نهضروا على العلاقة ديال الشباب مع الفلوس الحاجة السهلة كتمشي بسهولة في الوقت اللي شباب بحال مثلا يونس استادي المليونة وعرفي ستمرها وممكن يمشي فيها بعيدا هنا شوية العلاقة مش هي هذه نظرة المرحلية للاشياء الاب ديال او الاب ديال يعني كان حريص على انه يدير هاداك الورت مني كيتباع بالنسبة اللي يمكن فيها بزاف ديال المسائل الاخرى اللي مرتبطة انه مكنش كيعطي فرصة ديالي يعيش بشكل اللي كيبغي وبالتالي غيك يقبض ذاك الفلوس كيكون عنده نظرة مخالفة للحياة وكيغي يعيش واحد الحرية وكيمارس واحد الحريات اللي كان عنده ازمة يعني منذ البداية بتحقيق الدات دياله وبالتالي كيلتاج لانه بمناء والتي عنده الامكانيات كيبغي يفجر هاداك الهوايات دياله وفي حين انه هاداك المال كيضيع وبالتالي بحال ما كيعرفش القيمة دياله اللي يجمع تراكم هو تراكم الاموال كالتراكم يعني مدة طويل لا باش نجمعوها ولكن باش نخسروها نقدروه في النهار للأسف خاص توجيه حتى في هاد المجال ديال كيفاش يتكون يعني دروس وتكون توعية في هاد المجال كيفاش نصرفوا الاموال ديالنا كيفاش نستمروهم من خلال مؤسسات اجتماعية لمالا نعم وخسيهي شامسا بينا نكمل معك القصة ديالك دب الأرض كينا الأفكار كينا والإمكانيات ما كيناش تضعوا باش نتمام هاد الارض هاد يراجبها الله هاد يراجبها الله فورسة ذهبية الدور ديالكم واتشاني لديك الناس والصنعاء كما قال الأسد هدى الاخكار قلنا كينا الامكانيات هاد الحلم ديال ديال ديالكم يخدام قرأ يقرأ المسائل كلها هاد كلها الحمد والله كينا كم قلت يا أسد الأفكار كلها خرجتها الحمد والله وكينا ودرنا على دراسة وكي نجح ديالها دليل هو أنا جبت بنات من العربية قلصوا عندي في الدار كما قلنا في قبلها على برة كيتعلموا في طرف 20 يوم 25 يوم أنا كتعلموا في دار كيتعلموا الصنعة لبنات كيتعلموا واحد عطشاني بزفر الصنعة صورة خار 30 يوم ساكن كيتعلموا الماكينة كيتدق كتطلع لي بياسة كون وفين هو المشكل هنا المشكل هنا هو خاصنا هاتشين وصلوتها لعندهم ننظروا ليهم في الدواور هاك هالدوار هواكين شنو ليما كينش يخصم بصناعتهم في الدوار باش الراجل كيخلي بنتو تخرج من البلاد وشي تكريب بلاصها بعيدة باش تعلم معدهم شاديك باقي شاديد تقاليد القديمة الملكة وسط الدوار الصنعة وسط الدوار يتعلموا شابات فرحوا لهاد الفكرة شابات عيلة قاسين في الدار بغل تحرك الدوار كامل بغل نحركوا ديك قبيلة اقتصاد ديال الدوار كل شي قاسي مستاكلة تيهاجر تيجو تيقلبونا الخدمة تيضور تيردي تلعي وترجع للبلاد لما يخدموا لما يخدمش اللهم ديك الصنعة نديروا لمركز السماية ايه تعلموا في الصنعة اذا انتو مجمعية دابا او لا تعاونية لا انا جمعية اصلا انتو في الدار البيضاء ولكن كديتك فكرة للبلاد تكوش تقبلها على هادك الارض نيت تقبلوا صحاب الدوار كشي واحد الفرحة ما شاء الله ولكن اللي خصنا دابا هو التمويل لهذا المشروع واخا وشنو كتديري باش تقلبي على التمويل هاد المشروع انا هادك الشعل اش تقصد قصد الناس جيت عندكم اليوم لا كتفاجك ندروع لكين مشروع مشروع مدروس وكين افكار وكين رغبة ديال الدوار احسن تشرون يعني كين مصادر يلتمويل البانكات مثلا انا عش ممشتوش خدوصوا البانكة انا ما عرفش كيف طريقة البانكة هذا عمل خيري وانا ما عرفش طريقة ديال البانكة انا اللي كتقصد هو الناس اللي عندهم اموال ولا المحسنين هم ويجوا وديروا لنا هاد هاد المشاريع مشاريع كلها خيرية انا داروا تعاوني واحد كمية كبيرة ديال الشابات وشابه رأي يتعلمو فيها داروا مركز اجتماعي انا رأي يجمع كل من هو اجتماعي لا اكن نقول لك انا هاد الافكار لانه متندبكين المبادرة الوطنية انا اللي كملت هات السيمانة اللي زي واحد المهنديز اللي زي بخير صوب لي البلان فابو اللي زي بخير كروكي كذلك المهنديز عددت التاشرون عدد يامن قطالين قلي باش ما كان تشروني انا عنقص ونبني هذك العامل خير مزيان انه يبقى هوش واحد يبدلينا بالمبادرة والحمد لله المغاربرة كورنا ايه ولكن باش بغيس وتبداو الى ما كنتوش غاتمشي ودخرو شركة مع باركات خلومة مع المتخابين عاد يالله يالله علش غتتمدوا على الاحسان في مشروع نحن في التدريج ذا بالورق عاد في التدريج يالله كمنا نامت سيمانة احنا بالواحد الواحد وحنا غادين مزيان اذا كنت تفتحيل تفتحيل مجال كبير مجال باش يكونوا بزرس على الأطراب و بزرس على مدخين هذا كشي كان انا قعدت هذا الفكرة روجتني ومشي تحتل الصحراء طاطفهم سيقول تيالبنت اللي كتتعلم عندي عندي فسحراء وقعت لي عندنا تني أرض بحال هكا وشي تمو استقبلونا استقبلو الفكرة منتازة استقبلونا الناس ندنيس من سلطان زبقير من البشويات وخدوه كفكرة هم اللي يخدمين فيها دابا هم اخدو الفكرة وخدمو فيها اخدو الارض يجابوا للكروكي دابا كالمهنديز ديال الارض قادواها مثلا ثم اخدو الفكرة وقبلوها وعجباتهم يلا كتش عشرين يوم دابا فطاطا مشيت ديتني ما كفكرة قبلوها و الحمد لله هرام بدك اشتغلوا فيها هادية ديال دكار مزيان دابا هي ارض شبه الله اه مكين مشكل انا شاعر واحدة عدنا الحمد لله هادية ديال افتل القريرا عدنا فى الوزياء عدنا فى دكالة عدنا فى تطاطا لا ولا كنواش هدى الناس كلهم ارض هدى كلهم يوهبوا كلهم يوهب على الارض للك هناخصنا ولا انا يتعلمون هالارض وخص مين يبنيه ومشاي رأي خدمه احنا دابا دكال الحمد لله احنا استطلنا البلان البلان كين عشرون طالب ماشي احصلينا كالتريشورو الخليل اكالم جيد وضع في نتعلمون حاربة الاميه والقرآن ولا هذلك الناس المهجورين المدرسة بشي تكملوا موجود ما فينا منطقة كينا نحن دكالة دكالة شنو سبعي جديدة خميز للعملات جديدة عملاتولي الدباسي بالنور اه سبعي سدي بالنور اذا ممكن دخلوا مثلا لنفت الحروجي ديالكم يتصاوب يتقاد يتكسب مزيان ودالكينا المبادرة الوطنية الامية البشرية ديالكينا نشاء الله ندقوا لي منها آخرة يالله تسلمت نشوف هذه الطرحة هي شيء معروف اذا كان الارض كينا وارتجبها الله وكيفاش لتم الاستغلال دياله والاستثمار دياله في الحالة ديالساميرا هذا الارض عنده استثمار من نوع آخر هو استثمار مع الله هو استثمار خيري عنده اهدف نبيلة وما يمكن إلا انه مثل هذه المبادرات بأنه تستغل واحد المنطقة لإنعاج دياله والتأهيل والإدماج ديالهم من خلال تكوين يعني تتمكنهم من حيرف معينة باش يولجو بها سوق الشغل هذا جميل ولكن بالنسبة للسيدة هو أن المشروع يجب أن تكون واعية بتلتة المسائل كين مرحلة ديال البناء ثم مرحلة ديال الجهيز ثم مرحلة ديال تسير وهناك قطاعات كتشغل في هذا المجال كين المبادرة وطنية تنمية البشرية كين مؤسس التعاول الوطني كين مؤسس محمد الخامس للتضامن كين وكالة تنمية الاجتماعية كين وزارة تنمية الاجتماعية كين واحد العداد من القطاعات الحكومية اللي كتشغل في هذا المجال وكتمول إذن خصوكم تديروا المشروع ديالكم يكون مدرس وتقدموا لها الجهات وكذلك المجلس البلدي ديال المنطقة أو المجلس القراوي حتى هو عنده إمكانية ومجلس العمالة ومجلس الجهة كلهم عندهم إمكانية لمساعدة هذه الجمعيات لأن المواطنين اللي كين تتميوا لذيك المناطق تابعي متوعي بواحد المسألة ماشي غير غير تبني وغير تسالي وإنما غير تبني خصك تجهيز ثم من بعد الجهيز غير تسير يعني إمكانيات خص كل شيء هذا شي يكون مدرس باش ماشي المركز نبنيه ونسدوه بحل واحد العدد من القطاعات أو بعد واحد العدد من المؤسسات مسدودين ما عندوش إمكانيات تسير وبالتالي خصكم تكونوا واعين بهذه المسألة هذه وكنضن أن الحمد لله نحن في البلاد دينا كيندويل أرياحية عندما كتكون نيات حسنة والمبادرات جيدة بحل هذه فكتلقى القابل وكذلك الإلحاء المؤسسات الآن من يكتقنعهم بمشاريع مهمة وكين حتى منظمة دولية اللي يمكن تعاونكم ما كينش غير المغرب لأن نفسه واحد غير يدقل بيبان يدقل بيبان وكون ديكش دياله واضح وأن الفئات المستهدافة وتكون عندنا واحد القدرة على تسير ربما شي الفكرة زوين مزيان ولكن خاص كوني وقف ربما ما بقعتش غير الفكرة كلهم المغرباء عندهم أفكار زوينين ولكن خاص كوني تبعدوك الأفكار وش كوني وقف عليهم باش نقدروا نحققوا النتائج المتوخت وإلا غنبقوا كنظروا غير واحد نبدينا شي حاجة يايما نخلي وعا نصف البني ما كمناش أو نجهزوهم بعد يصددك شي تد وهذا شي تشوفوه وهذا واحد العدد ما راكستبع حسن الدولة للأسف ما مكنش تتبع ديالها وكتتجن أحيانا وكيتم الإقفال ديالها من بعد فهذا إشكال يعني آخر وخاص يشامل شكرا لك غندوزو مشاهدي نستقبلو نوردين اللي كان أخذ الحصة دياله في الورد في البداية ما عرفش يستمر ولكن من بعد اعتق راسون أخذوه بعد الفاصل سي نوردين مرحبا بك نعم سي نوردين تليوم النموذج النموذج اللي كان سمع عليه بزاف المجتمع ديال الاندراري ولا الناس اللي كيشدوا الفلوس ديال الورد وكيدربوا كل شي شراب ولا مالي شي معروف في المجتمع انت نموذج لهادي الناس ولكن من بعد فقتي واعتقتي اللي بقى شحال ديال الفلوس ليشدتي شدتي ستونس ستاد المليونونس تقريبا نفس الورتة اللي عند يونس وكي ما عرفش تعمل معها علاش ما عرفش علاش تبقي ما زال طايش مطيش شحال كان في عمرك عندي شي ستاوثلاثين تقريبا تبارك الله ستاوثلاثين عمر على تبارك الله بعقلك كانوا عندك شي وليدات لا مجال ممجوش كانت عند ريك ممجوش شدتي الفلوس معقلتيش عاليوم لا دربت منهم مربعة المليون عالي باش جوجونس لي بقى تعال تخويا وولي فلاش مشتر معاد المليون بشتاو المدة عام تقريبا عام وانا صبرتي على عام عام تقريبا يمكن ذلك ستاد مليونس كرة مسكين باكل الواليدة لا والدين ذلك الساعة كانوا ماتوا بجوجهم الوالتا ديال من هاد ستاد مليونس هي ديال الوالدين ديال الدار ديال الوالدين وواحد الارضية كانوا مخلينا والدين تبعت الدار وتبع الارض وفرقتهم أه فرقنا ذلك واخوتك الخرين شنو داروا بذلك الفلس اللي هم عندهم مصوفين عندي أخويا أستاد أخويا نجار ودريات أخواتي كل شي مجوجين هم مصوفين ولكن ما ضيعوش الفلوس لا هم ما ضيعوش الفلوس ديالهم هم كل واحد خد المحال دياله ودك شي ودريات رمجوجين برجالت هل ساعة تضيعتي يرزقك؟ هل ساعة بقي ما لاحقل ما كانش لاعطي علاش لأن هذا مثلا نقش معك باش نعرفو كيفاش تكون العقلية والنفسية ديال إنسان تشد فلوس سهلين فلوس سهلين هذا فلوس سهلين وإمتا حسيت باللي بسطني نحبس ماشي ديال تضرب الديك الرابعة لولا عدا باش بني بقات عند أخويا ديك الجوش باش نقول لي أعطياني وولي نصحني نبهك وولي قل يلا دياله وغد تبقى مكين والو ودك شي سير قلب على شي بيع وشرياء وليش حاجة ونمشي لدك السوق النموذجي وخليت فيه وعد الموعي مزيار 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 بعدها درتي شي حاجة خليتي محال عمرتي وليش درتي مام عمرو باتي ديال الخضراء بجوجة الميلونونس اه بعدك الجوجة اللي بقات كريتي وعمرتي اه أعطيت المل محال خمسمائة أعطيت مئة يالف في الأول مزيار ودبتنا أعطيت مئن ميدر يالف النهار مهم كل نهارتنا أعطيت مئن وكل مدرتيش هذه الفكرة هذي كل راكب أقي دبتك دور منا ياك يعني أعطي تقسير راسك في الوقت المناسي أعطي الأخير مالا شوية اللي جعل باركة بعدها دلنا بأوليدات مزيان اي وابعدها شوية هاتجوش ودرت بأوليدات بعدك الفليسات وغادين مستمرين مع الوقت اللي جعل باركة هذي باشك يقولوا بحققه كتي ورثوب بزياب تقولوا الله يرحم القبر وما خلاه كتي ورثوب بزياب تقول كدية الموتة ودية الورتة اياك انتا ديوج الميلونونس ما تقولش بينك وبين راسك ما تقولش الله يرحم الواليدة اياه حققا زي ما تخلاولك خلاولك باشتعيش حقق خلاولك باشتعيش مهم ما نويش ان هذاك المواحل وهذاك الشوية اللي عمرتي انك زيد طورو وزيد مكاري يمكن تشريه يمكن ضروري بنادم تاني مع الموت ديلة وكوان راسوه وجمع رايدير ونتا شو كتدير دابا؟ دابا كان بيع ونشري في هذك المهند لا كانتا زي ما تنفكروا من هنا 4 سنونا 5 سنين واش عوال تكبر مثلا بشروع تيالك انا نقولوا الى بنادم كان غادي وعندو مشوية الصرف غادي دير ضروري الصرف ضروري الصرف راو كل شيء الصرف ماشي الصبر صبر وخصص ولكن الا ما عندكش صرف ديك جو جونس خصك تخرج منه عشره وعشرين غا تبقى مستمر بانك تاكل غير تبقى مستمر بادك شوية تاكل منه هاو دابا استد المليون وانتا استد المليونونس انتا فيتو بمئة الف ريال هو دخل بيتي روج بيام زيال انتا معارشش التعامل مع الفلوس هو زما كل واحد كيفاش انا دكش ديب اللي كين الالف درام تخرجي من الفلوس هاداك شو لي كينوا بقدير تخل ديه تخرجي منه مليا أرضا فمغرير مليا أرضا فمغرير باركان عنده وغيرة اهمية انتر تخرجي والله تين خرجوا بالله بيك وعندسة حقا استده انا سورجي المراكند لله سورجي كما قال الف درام كتصدق بحرفها تصدق، تخيط، تبيع بجملة، ترد، تبدأ تستمع، هالعزمة، يعني جوجة المليون وصف ممكن تعتك ستاد المليون والعشر المليون، تعتك، إذا روجتها، تعتك حقيق، هوا، أنت القضية عينة؟ لا، كانت طمحة باش لك أنت شي حاجة إن شاء الله مستقبل، لا حيث تنسوا ولوز عما حيث هم معنوم تجريبة بعض الأضعى في منضبن الماضي. لا أت που لدي العربية في الخاصة أو الـ 150 كمانية ج 엄청 تدور ان العربية كدئات في النجم الض umaطشلة نزد انم الماضي، وترك الضغط من الواصل لأراضة في سجدة مثل ح группائية تعدنا عن العربية إذا كانت قدر لا تضير昼 كافرة وترتضيف عمامين اللارسية وتشغيل نقف في الخاصةigiية، فسلسسو عمار بربك الوعين بشياء لا 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 نحن تشريته من بوفكرين مشهرته من بوفكرين يعني كي يجي ويخدموه ويقلعوه مش قد تجيبه ناز إذا ناسي اللي مهيم في تجربة ديلك هو أنك ديك جونة الميونوس في نهاية المطاف على تقتيل الموقف وهي ده ما باش عايش بيها و باش كتصرف على وليداتك ولكن سي هي شامز مع مثلا جونة الميونوس مثلا شو الأفاق يمكن نفتحه قدام نور الدين ولا غيره من الناس يشوفون الآن الشباب اللي مثلا عنده واحد رأس المال صغير وكان خصويت بربيه مشروع كبير وبنسبة الحالة الرابعة واحد المسألة مهمة وأساسية أنه يكون قد تابع الأهواء دياله كما يكون عنده حتى شي مشروع وحتى شي درهم ولكن الحمد لله اللي كان الأخ دياله وهذا الناصح الآمين اللي يجب في الوقت دياله خلاه أنه ينقض رأسه ودار هذا المشروع المدير للدخل كون كان حافظ على ديك ستاد المليون كون رأي يمكن يكون دار جوش الحوانة أو حتى ثلاثة لأنه بجوش المليون دار واحد الحانوت ويدخل منه الفلس كان يكونوا عنده ثلاثة كان يكونوا عنده ثلاثة لحوانة بلاص حانوت واحد ولكن تبع الهواء دياله وتبع شوية ديال خاوية كيف ما قال بأنه ما خلاش يستغل هذا الفلس واحد الاستغلال حسن من هنا كان طلقه أنه الإنسان اللي عنده قليل ولا كتير رأي يمكن يحقق به الكتير ولكن يلاحسن تصرف دياله وحسن التعامل دياله والاستشارة ما خبا من الاستشارة حتى اللي ما عرفش كي استاشر والمجالات ديال الشغال تختلفوا كبيرة ومتعددة رأي كنين حتى الآن شركات كتبيع منتوجات كيمكن لك تاخد عليها منتوجات قليلة بإمكانية بسيطة وكتعود تتروج لبيع ديالها وبتالي كتحقق واحد الدخل يومي نكن كنوا باغين وسائل مشروعة ديال كسب الرزق رأيها واضحة وبينها إنسان يعني غير يقلب ويسول ويجداد ويشتاغل ولا بغيت تبقى سد عليك الباب وتسلنا أن الفلوسية جيتها لعندك رأي سواء كان عندك ورث أو ما عندك رأي ما يمكنش تطور الدات ديالك أو تغيرها واللي مطلوب كيف ما قلت منذ البداية أننا نحن بلاد في طور النمو ما يمكن ليش يتنمى إلى ما نميناش حنا رأينا أصلا وأننا ساهمنا في هذه التنمية بهذه الأفكار واشتغلنا باش نقددو ما هو الرسالة التي نقول للناس الذين عندهم الورد عندهم الورد يجب اليوم الله شيطريف ديال الورد ويمكن حاطينه يمكن عواريني يمكن غير يمشوا في نفس الطريق ديال نوردين ولا ديال يونس ما هو المساج الذي نسفت للناس يروجوا وينفاتحوا مثلا قبل ما يروجوا يعني تفكر أن هذا الإنسان اللي كان عنده هذا الورد اللي هو كي يتصرفي اليوم أنه تشغل عليه لسنوات وأنه تتكرفس عليه بجمعه حتى يلقاه هو واجد إذن منك تلقاه واجد عرف أنك رقم قدام الله مسؤول عليه وستحاسب عليه إذن مجال الصرف دياله يجب أن يكون مجال الصرف دياله في الحلال والاستثمار دياله وحتى منك تزيد طوره وبكي يبرك فيه إذن منك تستغل له الاستغلال ما هو أحسن فكيكون يعني النتائج ما يمكن لها إلا تكون إيجابية وبالتالي من هناك ندعو الجميع أنه اللي عنده إمكانيات يحسن بها وحتى إلا ملقى ما يدير بها يوجهها في مجال الخريب حالة الثالثة اللي تعرضت شكرا بزاف سي هشام معروف الباحث في سياسات الاجتماعية شكرا لكم لحضور الكريم ميدان نوردين سنشكرك على تجربة اللي عاوتينا اليوم ساميرا شكرا لك على تجربة وكانت منها وأنكم ترقوا البيبان كما قال سي هشام كان بزاف تعال البيبان والمؤسسات ديال الدولة والمجتمع المدني الحلم ديالي تحقق لي إن شاء الله نعم بغيت حلم ديالي وتخلص حلم حلم وتحقق الأرض الواقع وإحنا قد لك رأك في كرة كتروجني خرجها الوجود مزيئ وقفت على البلان وقفت على الكروكية للأرض تصيب طلب الله سبحانه وتعال إحنا صندوق بالبيباني عاولنا مزيئ شكرا لك ساميرا يونس شكرا على تجربة اللي عاوتينا وكانت زعمارة رسائل قوية اللي وما سمعنا اللي موجهة فتجاه الشباب شنو آخر حاجر تبغيت تقول دريري جرانك اللي عندهم 23 عام 24 عام يسمروا الطاقة ديالهم بأن بلادنا رديرة بحوة روبيني قوتي 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 بلادنا صافي غير قوتي 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 لا تطلق بالزاف تقدر توقف مشاكل حيث لك أنت عندك غير ميت لا أنا سنقصد دعم بلادنا روبيني اللي تبارك الله المات يخرج بغازارة غير لكن في دل جيل ديال نحن نقدرون تسمعوا غير نقطة نقطة مورا هارا غاش ولي كم بلتين شية بغازارة شكرا لك السي نجم على جريبة اللي عاوتينا اليوم واللي جامل أنك الميشعل لولدك حمودة تبارك الله علينا أنه يكمل يكون خيره وخلف الخير السلف شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا اللي سابعتونا في هاد الحلقة بورتي درت مشروع كان هذا وموضوعنا اليوم في قصة الناس لقاو نهار واحد أخر بعد كسة واحد أخر حيث باقي في الناس أكيد بزاف ما يتعود السلام عليكم